العشارات من المواطنين بولاية ترمسان يقصدون هذا المقر الجديد هنا مدومة ومكتب النائب الجديد في المجلس الشعبي الوطني الأستاذ الشاب رشيد دخلي أول نائب منتخب وجديد رأى يستقبل المواطنين تعمد روما المنسية ولهذا ننشغلنا وقنبينا وراء استقبلنا وعطنا توضيحات ونطلبوا ربي يعاونه ونطلبوا الجزائر إن شاء الله تنجح في الموت مشيت لقال إلى الصعوبة هنا بالحق الحمد لله كي يجيس قال لي هو ما كاش مشكل دخل عنده دخلت عنده ديركت وراء استقبلني والحمد لله وإن شاء الله يقدرنا إلى كل مكتبين يقدرنا واسمرنا باغين بإذن الله إن شاء الله فلكل واحد منهم انشغال أو مشكل يود طرحه وإيجاد الحل أثناء حملة الانتخابية كان لدي التزام وتعهد واحد ووحيد والصور موجودة والفيديوهات موجودة هذا التعهد الذي يهدف إلى فتح مذاومة فتح مذاومة لاستقبال جميع انشغالات المواطنين والحمد لله بعد تتويجي ودخول قبة البرلمان جسدنا عهد التعهد الواحد والوحيد وهو فتح المداومة بمدينة نضرومة فمرحبا بالجميع مرحبا بالمواطنين لطرح انشغالتهم ونحن هنا لمرافقتهم وإيصال انشغالتهم على المستوى المحلي أو المستوى الوطني نحن كتجمع الوطني الديمقراطي لدينا مكتب ولائي في مدينة تليمسان الشافليو مفتوح لجميع انشغالت المواطنين لهذا طاعته أن هذه المداومة تكون في منطقة نضرومة حتى نقرب المكتب لساكينة نضرومة وضواحيها وهذا لا يعني أنه غير نضرومة وضواحيها فمرحبا بالجميع ونحن هنا للخدمة إن شاء الله بيربي التعهد هذا يبشي بعيد إن شاء الله ونرافق المواطنين ونحن الهدف نتاعنا الواحد والواحد وهو إرجاع الثقة للشعب الجزائري مكتب مفتوح طيلة العهدة الانتخابية بعد الاستقبال يجتمع المناضلون لتدارك النقائس وتحقيق الأهداف